موسيقى هلو هلو بحلقة جديدة من ميز شو يوم جديد يوم سعيد يارب يكون كله خير وبركة وسعادة وطاقة إيجابية البداية اللي دايماً ببتديها في كل حلقة من أول حلقات ميز شو يارب دعوة متجددة تكون لنا كلنا نصيب منها النهاردة عندنا حلقة لذيذة جداً وصفات شهية بالأرنبيت المكون الواحد الحلقات اللي مناخد فيها مكون عادة يمكن زهقانين منه أو منعمله بطريقة واحدة ونرجع نحبه تاني ونتعرف عليه بوصفات جديدة من أول وجديد النهاردة هنتعرف على الأرنبيت بوصفات شهية عملنا وصفات كتيرة بالأرنبيت أشهرها المقلوبة الفلسطينية بتتعامل بالأرنبيت عملنا يخنة أرنبيت بنسميه بفلسطين زهرة يخنة أرنبيت باللحمة تحفى على الإدام أنا فاكرة الحلقة دي كويس وجنب الرزب الشعرية كانت خطيرة رجعوا لها على اليوتيوب كتبوا ميشو وأي وصفة تختر على بالكم غالباً هنكون عملناها وعملونا فولو برضو لصفحتنا على الفيسبوك ميشو تيفي هتلاقوا كل حلقتنا يومياً والوصفات والمقادير هنعمل إيه النهاردة؟ هنعمل فتة أرنبيت فتة لزيزة بالأرنبيت المقلي والزبادي وطبعاً هيبقى الفتة يعني عيش مقلي لأنه حميل فتة أو بعيش بشكل عام من فتة العيش ده اسم الفتة تكتسبه من فتة العيش بكل البلدان العربية فيه فتات مختلفة بس كلها تجمعها تقريباً إنه فيها العيش نهاردة العيش هيبقى لبناني وحنعمل مدلي كده من النكهات الخفيفة واللزيزة تقدروا تعملوها لشكلها حلو في العزومات من الحاجات اللزيزة ومختلفة في العزومات بالذات للناس اللي عايزة أطباق نباتية في العزومات وجديدة مش عايزين يعملوا الأطباق اللي خلاص إحنا عارفين إنها نباتية ومنكررها كتير الحاجة التانية اللي حنعملها حنعمل شربة أرنبيت شربة الأرنبيت نهاردة مختلفة هندخل معاها نكهة البابريكا عن طريق البابريكا وعن طريق الفلفل الرومي الأحمر اللي هو أساس البابريكا وحنشويهم بالفرن نكهة الشوي للأرنبيت هتدينا طعم في الشربة خطير هتبقى كريمي وسبايست مش سبيسي هتعجبكم جداً هنعمل حمص بالأرنبيت عملنا حمص بالبنجر وحمص بالسبانخ وأنواع كتيرة مختلفة من الحمص هو بيقبل أنواع كتير من الخضار سنهاردة عندنا أرنبيت مصري لونه منفسجي حاولنا نعمله مع الحمص عشان نحافظ على اللون اللذيذ اللي هيبقى مختلف كده يعني هيبقى في عنصر المفاجئة كمان هنعمل أرنبيت مقلي بخليط التنبورة وحنعمله صوس السيراتش هنحوله كده حاجة شبه البفالو وينجز أو البفالو تشيكن بس للناس اللي عايزة حاجات نباتية بس يبيوحشها لحاجات المقلية شبه زي ما قلت لكم بفالو وينجز والتشيكن اللي بتبقى بالصوس السويت أن ساور دعنا نكتب المينيو النهاردة عندنا مينيو الأرنبيت وهو ليه فوايد كتير هقول لكم عليها في الحل عندنا فتت الأرنبيت وعندنا شربة الأرنبيت بالبابريكا وعندنا حمص بالأرنبيت وآخر حاجة حنعمل خلينا نسميها البفالو اللي ده السوس اللي حنعمله أرنبيت ده يعتبر كده سايد ديش أو أبيتايزر حلقتنا النهاردة زي ما قلت لكم مكون واحد نتعرف عليه تاني ونحبه من أول وجديد وتكلفها مش عالية نكهتها شهية وبتتعاد ساعة ثلاثة العصر على القاهرة والناس 2 وستة المغرب على القاهرة والناس واحد بعد الفاصل وحلقة لزيزة تاني ونطر هلو هلو في حلقة جديدة من ميز شو ونهاردة حلقتنا حلقة المكون الواحد النهاردة الأرنبيت الأرنبيت من الحاجات على فكرة دلوقتي مسمها وكمان مفيدة جدا جدا يعني دخلت عملت سيرتش كده ايه فوائد الأرنبيت طبعا كل الخضرة مفيدة بشكل عام انه الدايت بتاعنا يبقى فيه كمية كبيرة من الخضار والألياف ده مفيد لنا بس الأرنبيت فيه أنتي أكسيدنس مضادات للأكسيد كتير علشان كده بيقولوا انه هو غذاء جيد هو والبروكلي لأنه من فصيلة البروكلي برضو يعني ناس اللي بتحاول تتجنب الحماية من السرطان أو علاج السرطان الأنتي أكسيدنس هي العوامل المضادات للأكسيدة اللي بتحافظ على صحة الخلايا يعني كمان بتخلينا يونج شباب الحاجة الثانية أنه بينضف السموم من الكبد والكلة أنه بيزبط السكر في الدم أنه كمان بيقلل ضغط الدم يعني من الحاجات المفيدة جدا عايز أوريكم بس الأرنبيت الفرايتي الموجودة عندنا منه البربل ده زراعة مصرية كل المزارع بشكرها اللي بتجيب لنا كل حاجة فارم توفورك فارم توفورك هي مصطلح عالمي لما تبقى المطاعم مثلا بتجيها الحاجة على طول من المزارعة إلى المطعم أو زي ما إحنا النهاردة في الشو بتبقى أقصى درجات أنه يبقى فرش طازة فكل المزارع بشكرها بتظهر اسمها بآخر الحلقة وهم وكل السبلايرز تعالوا نبتدي بشربة الأرنبيت بس أنا بعمل هنا في حل على النار فيها زيت أنا هنا بحمر أرنبيت بحمر أرنبيت إزاي؟ غير الطريقة المصرية عادي مقطعه ولا حطله أي حاجة ومش سلقه ناي ده على الطريقة الشمية المقالي على الطريقة الشمية ما بتاخدش خلطة البيض والدقيق والخلطة التقليدية بتتقلي بالشكل ده ومسيبها لحد ما تبقى شوية دهبي على لون بني فاتح بصوا هنا بتادي تاخد اللون بيدي طعم تدخين حلو قوي قوي على سيرة التدخين الشربة النهاردة فيها طعم الفابريكا اللي هي بتيجي من مصدر الفلفل الألوان الفابريكا بتدي طعم مدخن حلو قوي بالذات لما نشويها بالفرن زي ما احنا عملنا تعالوا نطلعها من الفرن حاوريكم عملنا إيه حطينا بالفرن أرنبيت برضو زي ده بالزبط متقطع ناين حطينا بسنية الفرن حطينا مع الفلفل الأحمر اللي مش حرق ولو حبين تضيفوا فلفل أحمر حرق كده أرنوا واحد معهم برضو لناس تحب اللي سبايسي حيدي طعم حلو حطينا عليهم شوية زيت ورشة ملح وشويناهم بالفرن لحد ما خدوا اللون ده احنا عايزين الكرمالة دي ريحة الأرنبيت تطلع فيها التدخين تعالوا نبتدي بالشربة الحلة على النار حنستخدم النهاردة زيت لورو فنقدر نستخدم في الشربة وفي الطبخ أو الخبز بشكل عام لأي نوع من زيوت لورو سواء كان زيت الدرة أو الكانولا أو عباد الشمس تعالوا نستخدم زيت الكانولا طبعا هنا في القلي كل اليوم بعمل أختي برده هنا في القلي الديب فراينج حنعتمد على زيت الكانولا من لورو أو زيت عباد الشمس لأنه هما الاثنين بيحتملوا درجات حرارة عالية لفترة أطول فبالتالي ده صحي لنا أكتر لما نعمل ديب فراينج كمان نتكلم عن الصحة زيت لورو مدعم بفيتامين ألف وفيتامين دال فيتامين ألف وفيتامين دال مهمين جدا جدا لينا أهو هنا لأنه بزداد في الشتاء كمان فيتامين دال التعرض للشمس بأقل هو اللي بيخلينا سعاد عارفين لما ينقص مدنة في الشتاء بنقول تين الصيف والشمس فيتامين دال من الحاجات اللي بتنقص مش بس عند الستات هو المعروف أنه عن ست لا بنقص عند الرجال ومن أول أسباب الواحد لما يحس نفسه ما عندوش طاقة كتير أو مكتئب شوية من غير أسباب كده المود مش تمام يفحص فيتامين دال لأنه من الحاجات اللي بناخدها في أكلنا عشان كده إحنا بنحرص لما نستخدم مثلا زيوت كتير في حياتنا موجودة في طارول غدا والعاشا تبقى مدعمة بحاجات مفيدة لازم كمان لو عندنا نقص حاد فيها نتابع مع الدكتور ونزبطها لأنه كمان هقول سر للستات نقص فيتامين دال بيقلل الحرق وبيزود الوزن هو عامل زي زيت محرك الجسم اللي بيخلينا كل العمليات الحيوية منها عملية الأيدل هي عملية حرق الطاقة تقل فقعد فترة كده أدخن من غير سبب حللت لقيت فيتامين دال ما فيش يعني تقريبا فالدكتور أنا فاكرة لما خدت لحقنا الدكتورة بتقول لي يلا هذه محرق الدهون لما بيزبط فيتامين دال في الجسم كل العمليات تبقى أحسن وبالتالي بيبتدي نفقد الوزن بطريقة سليمة وسريعة وسهلة فالستات كلهم روحوا فحاصوا فيتامين دال مهم جدا هحط بصل بصلة وتقدروا كمان تشهوا البصل لو حبين معاهم في الفرن إذن حطينا زيت لورو حطينا بصلة نقلبها شربة من الشربات الغنية جدا الجديدة الشتة يحب الشربات خلونا نبص مع بعض كمان هناك على الأرنبيت شايفين ابتدى كله ياخد اللون بس عايزينه يعني ديه تمام بس عايزينها تغمق أكتر بيقلف الحجم جدا لما نقليه كده بالطريقة دي فهقليهم ولو طلعت كمان شوي قليلة معايا هنا تاني نقدر نقليهم هنحط بقى مع الشربة اللي قلنا مفيدة دي مضادات حيوية البصل كان أول مضاد حيوي مهم جدا على فكرة نعرف وإحنا مناكل مش بس نكهة وطعم حلو وسعرات لأ نفهم السعرات دي مليانة إيه؟ توم والبصل والجنزبيل من الحاجات اللي تدخل في أكنينا كتير ومفيدة جدا جدا كمضادات حيوية طبيعية حط معلقة توم مفروم دايما بقول غذائنا هو يعني بقوله بالإنجليزي نحن يعني إحنا حالتنا حتى مزاجنا صحتنا طاقتنا مودنا شبه اللي مناكله لو مناكل نشويات بس كتير وسكرات كتير حلاقي نفسنا مثلا مهايطرين في نصط النهار وباقي اليوم تعبنين وهبطنين لو مناكل خضروات كتير وألياف كتير حنلاقي معدتنا كويسة بالتالي بشرتنا كويسة يعني الأكل يا جماعة هو لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال المعدة بيته الداء والحمية هي الدواء المعدة يعني اللي مناكله والحمية مش حمية الدايت اللي نخص فيه الحمية هي الدايت يعني أكلنا يعني أنا باكل قطل اليوم ده الدايت بتاعي فالحمية إنه ناكل دايما بزكاء كده يوم ما ندبها تاني يوم ناكل مثلا خضار كتير يوم ما نقل الخضار هنا ناكل سوري يعني ناكل كتير نشويات تاني يوم نقول نقضيها خضار وصلطة كتير عشان يبقى اكلنا متوازن دلوقتي هنا بعد ما قلبت البصلة شوية حديها البهارات هحط بابريكا بكمية حلوة عشان تبدينا لون حل البابريكا اتفقنا انها مش حرقة اللي هي بودرة الفلفل الاحمر الرومي يعني دي هي بودرة الفلفل الاحمر الرومي وساعات في منها فرايتي ببقى مدخن شايفين هنحط انا حط معلقتين صغيرين وحنحط شوية اوريجينو مجفف او زعتر طازة اخضر زي ما انتو حابين او روزماري او النكهات العطرية الشهية دي هفركوا وقلبوا هنا مع البصلة عشان تعرض البهارات للحرارة بيظهر طعمها حطينا معلقة صغيرة من الاريجينو دلوقتي ناخد الارنبيت مع الفلفل ونضيفه هنا كل نكهات شايفين الكرمالة دي التدخين هتظهر معانا بالشربة بشكل يعني بدينا فليبر بروفايل رهيب حالونا حطي دي على جنب ها حديهم تقليبة الريحة تجنن همدي رشة الملح هحط مكعبين مرقة فمش هكتر ملح كتير دلوقتي عشان اخد النكهات دي كلها تعالوا نعمل نحط ميا مغلية بكتو تطلع علينا كل الفليبر احنا حنحط كريمة بس مش هتبقى هي القوام الرئيسي تعالوا نقلبها كل ده حتضرب بالهاند بلندر وحنخليها كريمة وانا شاوية بالفرن برضو التاني برضو ارنبيت ما شوي ممكن نفرفته كده على الوش يدينا تكستر حلو انه نحس بتكستر ملمس مع الاكل هحط مكعبين مرقة وسيب الخليط كله اللي حطناه يدي نكهة للمرقة اوكي قبل ما اضيف الكريمة يعني عايزة الشربة دي كل ما فيها يبتدي يديها نكهة اغنى تعالوا هنا هنا القرنبيت ده لونه فورفكت تعالوا نطلعوا شايفين لونه صفيه كويس من الزيت الدهبي الحلو المحمر ده نحطه تاني وانا هحط كمية تانية في الزيت واسبها خلال الفاصل تتحمر ونرجع يكون الشربة خلاص هغطيها كمان شوية بتدت تغلي نكمل الشربة ونعمل فتة القرنبيت الشهية مع بعض بصوا فيه كمان طريقة ممكن اقول لكم عليها ممكن نرش لهم برضو رشة ملح انسيت احط حاجة مهمة قوي في الشربة لازم تتحط مع القرنبيت في كل وصفاته ايه؟ الكمون الكمون من الحاجات اللي بتقلل انتفاخه والقرنبيت من الحاجات اللي معروفة انها بتعمل ساعات يعني مش عصر هضم صعبة شوية على الهضم فمنحط معلقة صغيرة كده كمون هنا ممكن نرش شوية تكمون برضو هنا لو حابين ونقلبهم ونحطهم في الزيت يتحمروا ونطلع فاصل ونرجع نكمل وصفاتنا اشتركوا في القناة 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 هنحط كريمة ممكن دخلوها من غير كريمة لو حابين بس مع الكريمة بطلع طعمها خطير نحط الكريمة ونديها تقليبة وبالهاند بلندر للوقتي هنضرب كل الشربة دي ولما نضرب الفلفل الأحمر برضو حيدينا لون حلو جدا رائع الهاند بلندر للشيطة الصراحة والشربة نحاول نعامها قد ما نعلم الريحة تجنن شربة جديدة ومفيدة نكهاتها لذيذة زي الشربات من الروح المطاعم اللي هي فايت ستارز نلاقي مثلا واخديه مكون بسيط وعملين فيه نكهات مطورين النكهات احنا هنا ادينا نكهة الشاوي اللي بالفرن ادينا نكهة الفلفل الرومي المشوي ادينا نكهة الفبريكا نكهة الزعتر خلطناهم كلهم مع بعض دلوقتي منخلي بس قوامهم كريمي قبز ما نقدر وترجع لكم تحبوا تخفوها يعني بعد ما نخلص كده تلاقوا قوامها تقيل مثلا تكتوها شوية شربة او مية وتبطل مل طبعا ما حتناش فلفل اسود هنحط فلفل اسود حالا وبس هاتمشين نوطي الحرارة شوية شايفين تقلت هتنحط فلفل اسود ابعدها عن النار تقلت شوية كده ده يقولي انه ممكن اخفها شوية البابل ستطلع بتعوبة نخفها شوية بمية عشان بقاش قوامها تقيل قوي نزبط هبس اما حبش ازود السوائل في الاول لانه بعد ما ازود السوائل هقللها ازاي اني ازود شيء سهل اقدر اتحكم فيه بس اني اخفق يعني بعد ما تبقى السوائل زايدة ومعنديش قرنبيت مشوي وازاي ها ازبط الوصفة تاني فدايما الاسهل زي فكرة الملح برضو احط قليل بعد يعني ازبط احسن ما اني احط كتير في الاول هناخد الفلفل الاسود وندوق نقلبها واقول لكم رأي حالا بس خليها تغلي مع الكريمة شوية رهيبة رهيبة واقول لكم حاجة اللي بحبش الارنبيت هيحبها لانه ظاهر ببروفايل ونكهة تانية خالص عايزة رشة ملح لانه زودنا السوائل واسبها على نار هادية جدا بس لانه ضفنا الكريمة في الاخر تمتازج كل النكهات مع بعض تعالوا نروح هناك على الارنبيت نبدي له وقت ويتحمر تعالوا نبتدي بوصفة الارنبيت فيها ايه الفتة الفتة لما نقول فتة يعني من فتة العيش سواء الفتة المصري او الفتة الشامي او حتى في الخليج العيش هو الاساس هنا عندي العيش اللبناني متقطع بالسكينة او بالمقص ومقلي بالزيت ده من قليب زي ما بالزبط هنا زيت عميق وعلى طول بيتحمروا منشيلوا منصفيوا بيفضل عندنا على فكرة بعلبة بذات رمضان على الابواب كل سنة قلت طيبين ده للفتوش وللفتات الكتيرة اللي نعملها برمضان نعمل كمية بعلبة بلاسك كده نقفلها كويس ونخليها برا مش في التلاج فاول عنصر اهو العنصر التاني هيبقى عندي حمص حب الحمص معلب او مسلوق في البيت بس برضو المعلب بحب اصفيه واجسله وحطه مع رشة كمون وشوية توم ورشة ملح واخليه يبقى دايب كده مسلوق صح فاهو انا بعلي الحرارة عليه ده مسلوق الرادي عندنا ايه كمان عندنا الزبادي اين الزبادي الزبادي للوصفة دي هنعمل زبادي بتحينة نكسر الزبادي بتحينة فخليها نقول مثلا لو حطينا لكل كباية زبادي نحط معلقة كبيرة تحينة فاحط هنا كمية دي تحينة بتديله طعم للفتات زمان مو مكتش تحط طحينة بصراحة مع يعني الطرق القديمة كانت من غير طحينة خلوني اخد بس معلقة عشان لا في معلقة اهمة لما ابتديت احط طحينة عليه يعني احس انه طعمه بيبقى مش اول حاجة بيخلي قوامه مش سايب خالص تاني حاجة طعمه ببقى فيه عمق كده حلو هنحط طوم وحنحط ملح نضبط الملح عشان يظهر كل النكهات وحنحط معه عصير لمون وهتنقلب الخليط ده كله دايما بعيد وبقول الفتة منحط كل مكوناتها ومنجهزها وبتتغرف عند الاكل بالذات في العزومات وفي اي وقت عشان يفضل العيش مقرمش تتقدم الزبادي مش ما يخليش العيش يبوش تبقى بطريقة حاخد مضرب سلك وحخفها بشوية مية مضرب سلك بيخليني اقع مفيش مية هنا خلصناها اخد مضرب السلك برضو هناك اذا نروح نجيب المية والمضرب مع بعض تتقدم على طول فنحضر حاجتها كلها شوية مية عشان قواموا يبقى اخف من حاجات السهلة في العزومات بس تتغرف زي ما قلنا وقت التقديم عندي رمان كمان وعندي بقدونس وممكن نحط لها لو قلنا عزومات ما انا عارفة السنوبر غالي والنهاردة كانت فيه خناقة السنوبر انا والكرو احنا طبعا لو ملاحظين الفترة اللي فاتت نحاول نكون منطقيين باستخدام المكونات ومنستخدم حاجات عملنا كل الحاجات الخضار ممكن نعملها بالبيت قللنا اللحوم قللنا حاجات كتير بس ساعات في العزومات احنا يعني طريقتنا الشرقيين منطلع احلى ما عندنا فلو عندنا شوية سنوبر او لوز نحمرهم ونحطهم على الوش اذا عندي هنا ده جاهز تعالوا نجيب نبتدي طبق التقديم وحنبتدي اول حاجة بالعيش اتفقنا خلاص ده وقت التقديم على الصفرانش هنعملها ونركنها على جنب بعدين هناخد الحمص وحاخد مغرفة عشان بحط شوية من المية السلق بتاعة الحمص نقرب ده جنبنا ناخد الحمص الحب هنديها رشة كمون طبعا وانحطة هنا كمون مع الحمص انو احنا حطين حمص وقرنبيط مع بعض بس هي من الاكلات النباتية اللي مليانة كمان فوتين باضافة الحمص دلوقتي هناخد الزبادي ونبتدي نوزعه على طبقة دي قبل ما نحط الارنبيط حاول نقدمها الفتات شكلها بيبقى من الحاجات اصلا اللي بتلفتنا ليها مش بس طعمها فحبتدي احط ارنبيط جديدة ولذيذة وصدقوني طعمها يجنن احنا هنحتاج باقي كمية الارنبيط فانا هحط دول دلوقتي واحط لهم شوية من صوص التحينة واخلي اللي بيتحمروا دول هنحط تاني طبقة كده عشان تبقى كمية العيش كبيرة على المقادير اللي احنا حطينا فعايزين نبقى فيه توازن باللقمة الوحدة فانا هعمل اهو طبقات طبقة تانية هتبقى برضو من الحمص ومن الارنبيط بعدين هحط شوية رمان وكون حمرت سنوبر احنا قدامنا ايه كنترول طيب خلص شربة كده خلصت هتنخلي بالطبق ده هنا جدا جدا هنحط بطبق كبير علشان نبتدي الوصفتين الجايين بطبق 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 موسيقى 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 اعتقد ناس كتير هتحب تجرب الفتة دي لانه شكلها طالع انا شايفة على الشاشة ما شاء الله يجنن هناخد الحمص تاني اهو ونوزعه الشكل ده اللي لسه بتفرجه علينا دي فتة ارنبيت حطينا العيش حطينا عليه حمص والزبادي اللي بالصحينة والتوم وحطينا الارنبيت تاني تعالوا نوزع للوقتي رمان شكرا بقولكم الفتات دي لذيذة في العزومات لانه شكلها على بساطتها بطلع مبهر وحل نحط بقدونس تحسوا رمضان سبحان الله بالاكلات اللي بتتقدم كده بالاتباق التوضبة كده والتحضيرات الحلوة والاحتفاء والاحتفال حتى لو مفيش ضيوف تلاقينا دايما احنا منهتم بالاكلات اللي منقدمها على صفرة رمضان يمكن لانه هي الصفرة الوحيدة باصلوب حياتنا العصري ده اللي معرفش مقدار قد ايه الاصلوب حياتنا العصري ده كويس ولا لأ على المدى البعيد ما مشوفش ولادنا كتير ولادنا من المدرسة للتمرين للدروس واحنا في الشغل بمواعيد مختلفة ف يعني يمكن رمضان هو الشهر اللي بيجمعنا في لحظة واحدة كلنا العالم العربي كله هحمر شوية سنوبر زي ما اتفقنا عشان العزومات ونحط له شوية زيت وده هنحطه برده كده زي طشة على الوش لوز سنوبر من غير زي ما انتوا عايزين عشان الخناء اللي حصلت من حاول نوفر قليل يا شف سنوبر اترى ما عندنا والله اللي فضلين منه مش هنشتري تاني اهم شوية دول هحط شوية سنوبر مش كتير هاتو خلصنا الحمص هنحتاجه علشان نعمل وصفة الحمص هاخد سنوبر اهو بتحمر على طول في ثانية بتحمر اوعي تحرقوه مفيش عندنا سنوبر كتير الحمص كتير بس سنوبر لا شكلها ايه خطيرة فتت الارنبيت الشهية يعني من الحاجات اللي عايزاكم تجربوها وحتحبوها وطعمها متناسب كل حاجة لايقة مع بعض وكل اللقمة دي ميزة الفتات الارمشة والزبادي الطري والحاجات الكرنشي والرمان نكهات لذيذة وشهية نحطها قدامنا مع الشربة طبق الشربة طالع يجنم تعالوا الوقت نعمل التنفورة انا معجبة جدا بالارنبيت لما قلتلكم حنتعلم ازاي نحب الحاجات اللي احنا متعودين عليها من اول وجديد نبص مع بعض كده مخرجنا شربة دي شربة مطاعم شربة شهية رهيبة من ارنبيت يمكن عندكم دلوقتي واحنا متفرجوا علينا في البيت قوموا بصوا عليه كده شوفوا هنعمل ايه حاجة جديدة الفتة الرائعة دي خطيرة طيب تعالوا نعمل دلوقتي التنفورة التنفورة برضو هنقطع الارنبيت كده قطع صغيرة هنعمل حاجة زي البفلو وينجز او الموزرال الفضل اطلق بطلق بفلو متزرالة عشان الموزرالة في منها نوع البفلو دي عبارة عن الفراخ او الجنبري زي الديناميت شرمز شوية كده الفكرة خلوني احط ده هنا للسوس نشيل الحمص على جنب للوصفة الجاية نتأكد انه الزيت على نار عالية علشان التنفورة هنعمل تستس وانطوط كده احنا كنا طفنها فحنرجعها للحرارة هنا هنعمل السوس بتطلع من الزيت هنا بعد ما تقرمش على السوس اللي هنحضره مع بعض طب هو ايه خليط التنفورة اللي هنعمله النهاردة عندنا القاتي كباية دقيق وكباية نشا هنحط لهم معلقة باكينج سودا او باكينج فاودر ونحط لهم بيضا اذا كباية دقيق وكباية نشا بيضا طبعا رشة الملح مش كتير انه هي السوس هتبقى سبايست قوي او سبايسي لانه هنعمل هوت سوس رشة ملح والمية تبقى تلج يعني ساعة جدا ده من اهم اسباب نجاح خليط التنفورة بتدي المية بالتدريج ليه بقى اعتداره بالحرارة ما بين الخليط ده والزيت السخن قوي هو اللي بدينا الارمشة الحلوة فنقلب حفظة اضيف بالتدريج عشان احصل على قوام نغطي بيه الارنبيت شويش كده السوس البفلو هو عبارة عن هوت سوس مع زبدة مع عسل مع كاتشب ممكن ندخله طبعا نكهة الجنزبيل والتوم والبصل كل ده بودرة ومنسخنهم على النار علشان تسيح الزبدة مع الخليط ده نخفف القوام لحد ما نبقى بسهولة نغطي فيه ولا يبقى خفيف قوي ولا تقيل نغطي فيه الارنبيت نقلب كده تعالوا نجرب واحدة ايوا كده بتتغطى بسهولة هتنجرب نحطها في الزيت مع بعض درجة حرارة الزيت حلوة بس ممكن تبقى اعلى شوية فلحد ما يدخن ممكن نبتدي بخليط قولنا البفلو عندي هنا الهوت سوس شايفين ده هحط تقريبا كباية من الهوت سوس ده هيعمل لي كمية كبيرة نقدر نحفظها البفلو سوس دي لبعدين هحط قصادهم قدهم تقريبا الكاتشاف حط الحلة أو وق على النار وحنحط قصادهم تقريبا ثلاث معالق كبيرة زبدة واحد اثنين ثلاثة فيه ناس هتستغرب السوس ده هو بيتعمل بالطريقة دي بالزبدة هي الزبدة لما اول مرة عملتوا الزبدة هي اللي بتديله اللمعة الحلوة هنحط عليهم شوية عسل عشان ندي الحلاوة خدناها شوية من الكاتشاف بس عشان فيه حرق كتير هنحط العسل تقريبا انا حط هنا توتيست مع علاقتين كبار من العسل وقلنا هنضيف عليهم توم بدرة وبصل بدرة وفلفل ابيض عايز اقولكم انه الاكلات دي كوريان جابانيز الفلفل ابيض هو الاكتر استخداما شيوعا في اسيا لانه ما بيحطوش تقريبا فلفل اسود فحط توم بدرة ورشة فلفل ابيض فهو هو بتلاقوه عند العطار زي الاسود بالزبط ورشة جمزة فيل خدت اهد سيح مكهات دي يلعبوا فيها زي ما انتم بتحبوا وعندي هنا البصل البدرة فيه ناس بتحطوها شوية سوية ده يرجع لكم لو هي مش مظبوط الملح لان احنا زبطنا كل حاجة مع ده الملح مش مظبوط هنزبط الملح مش هنحط كلها سيح كل ده مع بعضه عشان العسل بس يدوب والزبدة نبص هنا على دول هاشيلها تعالوا نعمل دلوقتي خليط التنبورة نحط القرنبيط واجيب مقصوصة هتساعدني انقلهم في الزيت هتناخد دي ونحط دول هنا طبق ده بيعتمدون الناس اللي بتحاول انها تقلل اللحوم بس بيوحشها الاكل اللي كانوا ما كانوش نباتين بقوا نباتين فبيوحشهم مثلا الوينجز والاكلات اللي هي بالفراخ بيستبدلوه بالارنبيط فحنروح هنا كده ونحطه بس اغلفه كله نحطه بالزيت شايفين خليط التنبورة فقلت مني خليط التنبورة ده بينزل بيعمل اصلا الاضافات دي الاضافات دي بيشروها في المطاعم بيحطوها على وش السلطات وعلى وش كجارنش ككريسبي كده ألمنت نحطوهم يتحمروا السوس عندي هنا محتاج تقليبة كفاية الكمية دي الزبدة ساحس اوضطي النار خالص احنا محتاجين بس نخلط كده المكونات على بعضها وحتجرق وادوق لانه حرق قوي بس هادوق عشان نهزبط المال هتنضس هنا نضف النار خالص سادوب الزبدة كويس وندوق كده فضيع مش محتاج حاجة مسكر وحرق رهيب نقلبه انا بالنسبالي ممكن ياخد ممكن سنة عسل هو ده اللي حيدي الطعم وبعدين على الوش بيفرق معانا قوي لما نضيف السمسم المتحمص ونضيف بصل اخضر بيطلع خطير اذا احنا كده في ثالث وصفة بيديها كمان لمعة شايفين قواموا بقى perfect تعالوا هنا نبص على التنبورة يلا نطلع فاصل تاخد لون وتتحمر ونرجع نعمل مع بعض الحمص رأيكم حنعمل الحمص من يا اما ال purple اه اه ارنبيت او من القربيت المشوي بالفورن حنشوف بعد الفاصل يلا موسيقى 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 سوبر مقرمشة منشيلك من هنا على السوس وتضعها باي السوس بقى انتو حابينه يعني بس هي دي احلى السوسات اللي بتليق معها منقلبها جوه السوس هتوقت اجيب مقصوصة منقلبها جوه السوس وعلى طبق التقديم على طول بفالو ارنبيت نأخذها كده على طبق التقديم أكلت برضو مطاعم شاهية بتشوفوها يمكن ناسر بتحب الكورية الكوزين الكوري على طول على الانستجرام بيعملوا الحاجات دي من الأرنبيت ومن خضار مختلفة نحط دلوقتي عليهم الجارنش اللي بيفرق جدا في الطعم نحط السمسم المتحمص ومنحط البصل الأخضر من أكتر الخضروات الورقية المستخدمة بالمطبخ الكوري إيه رأيكم بشكله من الأكلات اللي أنا بحبها لأنه بحب المطبخ الأسيوي جدا عملنا طبق نباتي نهاردة كل أطبقنا نباتية طيب هنحط الطبق هنا وتعالوا نعمل مع بعض الأرنبيت هقول لكم هنعمل إيه؟ هناخد الأرنبيت اللي شويناها بالفرن زي ما شوينا للشربة وهحط له الحمص طب ليه ما نعملش الحمص عادي؟ نعمل الحمص عادي نجرب التغيير في المطبخ والتجارب دي من الحاجات اللي بتخلي الواحد يجرب نكهات جديدة يخترع أطبق جديدة أمال الناس إزاي زمان اخترعوا كل الأكلات اللي إحنا دلوقتي أنا باخد من مية السلق عشان فيها نكهة الكمون والتوم هنحط تحينة كالعادي زي ما منحط في الحمص أنا بحب تحينته تبقى كمية حلوة ومنحط لمون فكنت بقول لكم الناس اخترعت وصفات زمان وصلت لنا إحنا لو بطلنا نجرب وبطلنا نخترع هتقف الوصفات لحد هنا هنحط توم ده يرجع لكم قد إيه والتحينة برضه بس كتروا تحينة بتبقى حلوة ونزبط الملح ونخلط هاتوا نضحن الخلوط ده ده طبعا يتقدم ممكن جنب يعني سلطات بالبوفيهات على الغدا جنب مشاوي اه صبح ببلاد الشام بقى ساعات الفطار زي بمصر فول ممكن بقى حموط هنقصويت هنقصويت هدفله شوية من مية السلق بدل من نضيف مية ملهاش نكهة هاخد شوية من مية السلق علشان يلف كويس معانا يبقى قوى محل بالزبط بقى بيرفكت عارفين شكله طالع زي ايه زي البابا غنوش اواريكم جبا بالزبط تعالوا نشوف طالع زي البابا غنوش لانه منعمله من التنجان المشوي اللي فيه برضو اللون ده بصوا طالع بالزبط كأنه البابا غنوش ندوقه نشوف عايز حاجة عظيم يا جماعة يجنن هتنغرف ممكن تخلوه انعم من كده بس انا حبه عشان يبقى فيه تغيير عن الحمص العادي نعرف انه فيه تكستشر دول الروزز الزهرات بتركهم ببلادي الشام بقولوا عن قرنبيت زهرة لانه هو شكله زي الزهرة بالزبط زي الوردة خلوني انا نضف الطبق وبكده النهاردة اتمنى نكون رجعنا ازهقنا من قرنبيت حبنا وتعرفنا عليه الثاني من اول وجديد عملنا فيه حاجات اعتقد كلها جديدة نعمل طبق الحمص الحل شكل نزيز ونحط له هتنحط له انه عندنا رمان نحط له شوية رمان وناخد من الارنبيت المشوي عشان نقول انه ده بالارنبيت عندنا شوية ورقيات خدرة خلوني بس احط الاول زيت الزتون بسم الله انا كنت والله يعني الارنبيت كده نسيا شوية يعني ايه مهمل لما اروح السوبر ماركت ما باشتريش كتير ارنبيت النهاردة انا شجعت نفسي نوزع دول كده انه اشتري ارنبيت ونعمل احلى الوصفات ومن احلاهم على قلبي ستبقى يخنط الارنبيت باللحمة رجع شوفوه على اليوتيوب وعملونا فلو على الفيسبوك صفحتنا مايشو تي في تابعونا بالاعادة ثلاثة العصر قهراء وناس اثنين وستة المغرب القهراء وناس واحد واخد طبق مخصلة اطباقنا الحلوة للنهاردة حبينا الارنبيت من قول جديد يا كنترول حبينا بحبكم جدا وحنفضل مع بعض نكتشف وصفات جديدة من المكونات اللي منحبها ونجددها دايما في مطابخنا بحبكم جدا وحبكم جدا وحبكم جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة